سلام عليكم ويعطيكم العافية واضح الصوت واضح صوتي سامعيني اوكي اوكي ايا انت عملت لي اوكي انك سامع بس انت عم تحكي مثلا انا ما سمعت بدي اعرفين في مشكلة بالصوت اذا حدا عنده سؤال او كده اوكي انا ما سامع حدا عم بحكي الصراحة اوكي اوكي طيب بمانه انتو سامعين خليني ابدأ بالمحاضرة اليوم ما رح اطول عليكم ام لانه عم بارف تم اعادكم الامتحاد طيب السلايدات بعينة أمامكم شارت عملوا لي أوكي بعين تولي مسيج شارت كأنه في حدا منكم بعينة بعينة دكتورة تمام ممتاز بني حسن معنا صوتكم والله صراحة أنا يعني مبسوطة كتير أني أنا سمعت صوتكم ونكون معي وإنه هيك وتأخذوا بتاعتوا يلا حلو جميل إن شاء الله هيك يا رب اسمع صوتكم بشارة قبل المحاضرة المايك ما تكونش فاتح أيها طيب ماشي الآن أمور تمام إن شاء الله أي حدا عنده سؤال عشان يقدر يسأل خلال المحاضرة إن شاء الله ما بطول عليكم عارفة عندكم امتيحان محاضرتنا اليوم يعني ما رح تكون طويلة رح نحكي فيها عن resource allocation وهي المقصود فيها كيف أنا ممكن أوزع الموارد اللي عندي في المستشفيات مثلا وهي الموارد include أشياء كتير ممكن رح نحكي عنها ممكن include خبرات طبية ممكن أجهزة طبية ممكن تكون أيضا مثلا organs لما نحكي عن organ transplantations ليش بدي أوزعها ليش بدي أعطيها لفلان ما أعطيها للآخر أو كذا ومن ناحية أخلاقية كيف ممكن نتم توزيعها وشو هو المبدأ اللي ممكن أو المبادئ أو النظريات أو وجهات النظر اللي ممكن نحن نرتكز عليها باتخاذ القرار إذن إحنا هاي resources اللي أمامنا هي في أغلب بلاد العالم يعني بدأ أحكي 99% من بلاد العالم كلها عندها مشكلة في الموارد من ناحية يعني الصحة من ناحية العناية وبتلاقوا القطاع الصحي دائما دائما بحاجة يعني حتى لو رحنا للبلاد المتقدمة للدول العالم الأول مثلا بتلاقي إنه حتى في بريطانيا في أمريكا في مشكلة في القطاع الصحي في من ناحية في بريطانيا ممكن بيأبوافروها بشكل مثلا رمزي أو بشكل تأمين صحي مجاني للمواطنين إلا إنه فيه إلها عقبات كبيرة وعبئ كبير على البلد إذن وين ما رحنا وين بأي مكان بالعالم سواء دول العالم المتقدم أو حتى اللي عالم الثالث دائما في عنا مشكلة في توزيع الموارد إذن المشكلة الآن كيف أنا أفضل شيء ممكن إني أنا أوزع هاي الموارد طبعا إني أجيب كل شيء وأعطيه للكل لكن ما في أي نظام ولا أي نظام مالي ممكن يتحمل هذا العبئ فالريسورسز اللي إحنا عم نحكي عنها هاي ممكن تكون إنكلود الإكوابمنت ممكن إنكلود البيدز يعني أسرة المستشفيات ممكن المدكيشنز الأدوية هل هي متوفرة أو غير متوفرة الوقت من ناحية الأطباء مثلا من ناحية القطاع الصحي والطبي من ناحية مثلا ممكن يكون ممرضين ممكن يكون الخبرات الموجودة فهاي كلياتها نقدر نحكي عنها ريسورسز سو سكارسيتي of resources make it difficult if not possible to provide the full measure of service and devotion إذن نحكي المصطلح المعروف عنه أو الممكن نحكي عنه هون أكتر المعروف وممكن المألوف لكم هو شح الموارد المشكلة الآن اللي عم نحكي عنها هي شح هذه الموارد فهذا الشورتج من أمس اللي كتير عليها زي ما حكيت لكم الأعضاء اللي ممكن تكون متوفرة للزراعة ممكن عدد الناس اللي بحاجة لها أكبر بكتير من الشيء المتوفر ممكن يكون expensive equipment maybe lacking in a particular region بعض المناطق بعض حتى في البلد الوحدة بتكون التوزيع فيها مثلا مش عادل يعني متلاقيها في المناطق في cities اللي كبيرة مختلف عنها في المناطق النائية وهكذا يعني هاي أمثلة أمامكم كتير tertiary care hospital beds من ناحية الأسرة medication expertise ممكن تكون لأطباء معينين عندك جراح فقط متخصص بالعملية اللي فلانية مش موجود غير في المكان فلاني فبتلاقي بس هو هذا متخصص بهذا الشيء فو عليه عدد من المرضى بشكل أكبر فأضافة للتأمين وغيرها 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 هاي كليات ها مشاكل ممكن أنها تؤدي إلى حدوث shortage في resources الموجودة أمامكم السؤال نسأله بطريقة what limits resources شو اللي بيخليها دغل الجواب اللي ببالنا هي فش مصاري no money to spend يعني هذا الجواب المباشر ليش ما فيش عندي resources لأنه ما فيش فلوس هاي نقطة أيضا ممكن تكون هاي money is available لكن distribution لهاي services وهاي الأشياء زي ما حكت لكم ممكن يكون غير عادل تلاقي المدن الكبيرة كل الخدمات الصحية فيها فيها territory hospitals فيها العمليات الcomplex ممكن تصير فيها وغيرها وغيرها ممكن بعض treatments لكن في القرى النائية اللي بعيدة لها ما فيها هاي العناية فهذا ممكن تكون resources limited فيها الأماكن بالإضافة إلى من ناحية مالية ومن ناحية اللي هي عدم التوزيع هدا كل يتبرج عنه هي من ناحية مالية في أذر يعني يعني factors اللي ممكن تأثر يعني ممكن لو حكينا احنا حلينا المشكلة المالية طلعة تكنولوجيا جديدة طلعة مثلا طريقة جديدة لدياغنوسيز ميديكيشن جديد طلع هذا غالي ما كان محسوب حسابه إذن كل ما تكررت أو هاي التكنولوجيا جددات وزادت فهي بالتالي راح تأدي لأنه صير في زيادة وطلب أكتر على الرسورس اخر وانت عواقق المالية والفينانشل والفينانشل نظام في عنا الانقريز supply and demand اللي هي improved مثل improved treatments and technology allows for medicine to treat more diseases. Innovations are frequently brought to the market by biotechnology pharmaceutical companies who need to generate profit from their investment. أي شركة أدوية بدأت تعمل أي medication جديد فهي بدأت تستفيد من هذا المدكيشن وبالتالي بدها تكون يعني حقق الربح والفائدة أيضا من أخرى فاكتور نفكر فيها صارت الناس تعيش أكتر. كانت قبل كلياتها. موجود مثلا اللي هي infectious diseases زي سبق وأشرنا infectious diseases هي كانت number one. اللي هي cause of death في العالم. لكن بعد ما اللي هي صارت الانتيبيوتكس موجودة قل الوفيات نتيجة الانفكشن وبالتالي زادت life expectancy صارت المتوقع لنا ستعيش أكتر. فكل ما صار فيه treatment زيادة. كل ما صار فيه تطور في technology زيادة من خصوصا في القطاع الصحي والطبي. فبالتالي الناس they will expect to live longer. فبالتالي هم ظلهم استنزفوا بهاي الموارد أكتر وأكتر. الآن لما حكينا عن انه distribution في مشكلة في distribution. حكينا على مستوى اللي هي قرية ممكن يكون موزع لها. مدينة كبيرة بكون فيها أكتر. القرية اللي بعيد النائمة فيها. لكن أنا لو بدي وزعها على شكل مستويات أو أحكي مشاكل التوزيع بشكل عام بدي أحكي ممكن تكون macro allocation or micro allocation. الماكرو اللي هي اللي يكون توزيع على مستوى أكبر لو حكينا globally من ناحية اللي هي وين فيه بتلاقي خبرات أكتر وينه يعني كانت قبل يحكي لك طلع بره يتعالج. ليش طلع بره يتعالج؟ لأنه فيه بره خبرات أكتر. هلأ ممكن صار شوي الفارق أقل قليل من الحالات اللي صارت تطلع لحتى تروح تلاحق هاي الخبرات اللي هي trained doctors أو ممكن اللي هي ممكن يكون medications موجودة في مناطق معينة أو لا. إذن هذا التوزيع لما يكون على مستوى عالم نحكي macro allocation لما يكون على مستوى حتى الناشونال الدولة نفسها فهي مثلاً اللي هي مستشفى تاخد مستشفى تاني لا حسب مكانها وغيرها غيرها هاي كلياتها we need to decide between hospitals أي مستشفى تاخد أي مدينة تاخد أي اللي هي وأي لو حكينا كمان أيضاً من ناحية global من ناحية we need to decide أي دولة اللي يروح لها مثلاً هذا resource أو غيرها أيضاً من الأشياء الممكن أيضاً نواجهها كمشاكل للresource allocation كيف التوزيع اللي هي ما بين المرضى وهاي هي هون ممكن تحسوا فيها أكتر اللي هي أنا ليش بدي أعطي هذا المريض وما أعطي المريض الآخر لما يكون عندي مثلاً سرير واحد لما يكون عندي مثلاً أورغان مثلاً عندي متوفر قرنية واحدة ليش بدي أعطيها لهذا المريض وما أعطيها لهذا أنا عندي واحدة مين الأولى أني أعطيه على أي أساس بدي أحدد اللي بدفع مثلاً اللي بيكون بحاجة أكتر اللي كبير بالسن اللي صغير بالسن كيف أنا بدي أحكم هاي من المشاكل اللي ممكن إحنا نفكر فيها to decide between patients الآن بناء على هاد المشاكل اللي ظهرت حطوا سيوريز حكوا خلينا نفكر كيف ممكن إحنا نشوف كيف ممكن نعمل resource education So the purpose of health care in general is to increase both the quantity and the quality of life إذن إحنا كنا سبق وأشرنا إلها لما حكينا على الend of life حكينا the quantity of life and the quality of life وهذا بشكل عام أصلاً هو اللي هي the purpose of health care إنك تزيد من الحياة وإنك تحسن من نوعية هذه الحياة هذا الكمبناشن ما بين الquantity والي quality of life منسميهم اللي هي the welfare of the patient فwe need to allocate resources within health care to maximize level أو amount of welfare بدنا نحسن هدفنا في هاي resources لما نوزعها إننا نعمل maximize لأكتر شيء من ناحية الوالفير من ناحية quality and the quantity of life فالثيريز اللي حكيت لكم عنها في عدد منها أول واحدة اللي هي الكالي ثيري أتوقع إنها مرت عليكم ممكن في المانجمنت أو لسا حتمر وهاي اللي هي اللي هي لها علاقة باليوتيلتيريانيزم وهي إذن هاي مدام ها بتحكي عن اللي هي الوالفير عم بتحكي عن اللي هي الكونسيكوانس تقريبا عم نحكي عن إنه بتعمل فائدة على عدد أكبر إذن نحكي عن اللي هي الوالفير لأي توزيع ممكن أنا أفكر فيه وأيضا من النظريات الأخرى اللي هي needs based theory والتالثة رهي responsibility for bringing condition on oneself نبدأ بكالي شوي نحكي هي اختصار اللي هي quality adjusted life years and it is used as a concept of اللي هي resource allocation ممكن استخدمها حتى انوزع فمثلا is a measure of value of health outcomes a year of life and perfect health is given the value of one year of unhealthy life is given value under one or less than one ممكن نعطيها 0.5 وهكذا فاحنا هون بهذا نستخدم كم القياس health care system which maximizes كل ما كانت اكتر so it to provide more benefit الان الان الى الى بتعطيك كالي اللي هي cost effectiveness الها علاقة بالcoast على احنا ما بنقدر ننكر احنا اوكي هي الطب هي رسالة سامية ونحب نوصل الخدمات للكل وكل محتاج بدنا نوصل اياها ونعطي اياها وهكذا لكن بالآخر في حد بده يدفق في حد فيه فلوس لا بدها تكلفة مرتبطة ببعضها. لذلك مذهب كالي او سيري لكالي هي بتفكر في اللي هي الوتيلتيريان ستانس. او ماكسيمايزن هلسكير. هاي الرسورس اللي عندي. قديش ممكن يستفيدوا منها باكبر قدر ممكن. انا عندي ميت الف دولار. هاي كيف الميت الف دولار ممكن اني انا اعطيها لناس يستفيدوا اكبر شريحة وممكنة من هال ميت الف دولار. the most efficient healthcare system is one where cost per كالي is low. يعني يصاروا يقيسوها. انا كيف ممكن اوصل واحد مريض لقيمة كالي بحيث تكون قريبة الى اكتر اكتر ما يكون لرقم واحد باقل تكلو في ممكنة. فهي مسميه ماكسيما مكالي per pound or per دولار. So we need to provide maximum benefit for public with available finances. So it maximizes healthcare budget. Not only promotes health but the quality and quantity of patient lives. اذا الان من القرارات اللي ممكن انا ارجع لها او اسند الها لحتى او من السيوريز او اسند الها في قراري. اني لمن اعطي هذا الميديكيشن او اعطي هذا الريسورس اللي عندي او ما اعطي اللي هي قديش راح يكون انه يستفيد منها with اللي هي زي ما حكينا باقل تكلفة. الان صار في بعض الفلاسفة يحكو بعض الارجومنس against كالي هم نظروا الها بمنظور اخر. بحكو لك انه it will discriminate against those with expensive healthcare problems. كيف يعني؟ يعني انا انا حكيت لكم انا معي مية الف دولار. لمين اعطي هاي الفلوس؟ لو واحد ممكن يكلفني كل علاجه لشخص بح يكلفني هالمية الف دولار ولا اوزعها على مثلا ممكن تكون هاي المية الف دولار قادرة انها تفيد ممكن عشرات الناس اللي هي توفير لتريتمنت مختلفة لقلهم. طبعا فبالتالي اي حدا عنده صار expensive healthcare problem كالي لو فكرنا فيها بهاي الطريقة ما رح تكون تفضل انها تعالج هذا الشخص. فمثال هون محطوط عندكم امامكم 60 year old burn patient may require prolonged stay on intensive care repeated surgery. فالتوتال cost لهذا الشخص of care can enter hundreds of thousands and patient may only live another 10 years. ما اعطى يعني length of life اكتر. فهونا الكوست لالكالي is high and little benefit to the society. لانه فقط شخص واحد هو اللي استفاد من هذا المبلغ او هاي الرسورس الموجودة. اعطينا لشخص واحد فقط. مقارنة بالوجه الاخر. for the same amount of financial resources we can provide the smoking cessation advice to tens of thousands. ويستفيدوا منها ويمتنعوا عن التدخين وبالتالي بتقل الامراض المزمنة اللي ممكن تكون موجودة وبالتالي بتقل عبئها على المجتمع وبالتالي it will maximize the benefit to the society. اذا هذا الاتهام اللي تم توجيهه لعباء كالي بحيث انها فضلت انها هي اكيد رح يتفضل انها تروح تعالج عدد اكبر من الناس ممكن يكون عندهم اللي هي ال smoking cessation ولكنها اللي هي وما رح ترضى هذا واعتبروها نوع من انواع discrimination. الشغل التانية اللي هي against كالي اللي هي unjust methods of service allocation. يعني لو حكينا two patients both requiring treatments for community acquired pneumonia. patient a is fit and dwell. patient b غير اللي هي النوموني اللي عنده عنده COPD عنده congestive heart failure عنده IHD ischemic heart disease فأكيد كالي رح تفضل انها treatment of patient a ليش؟ لانه هو يعني ما انه هو fit and dwell فما رح يكلف مثل علاج patient b ورح يكون الفرصة اكبر لانه يتعافى مريض a اكتر من b فبالتالي هاي الطريقة اعتبروها unjust غير عادلة لانه under the bioethical principle of justice both patients should have equal access to treatment اتنين مفروض ما يكون في بناتهم اي تمييز هاد مريض وهاد مريض واتنين بدهم علاج لالنومونيا. فبالتالي بهاي الحال هون اللي هي كانت هاي من ضمن ال الارguments اللي against كالي of unjust method of service allocation. هاي من الاشياء ايضا اللي انتاخدوا فيها كالي ايضا من الاشياء اللي تهموا فيها كالي بحكو لك ممكن انها تكون اي جيس. شو المقصود فيها انها اي جيس. انها هي ما بتفضل انها تعالج كبار السن. فما انه كبار السن ممكن يكونوا مثل عندهم اكتر ممكن يكون وضعهم تعبان اكتر ولو عاشوا بدهم يعيشوا قديش اكتر. فهذا يعني تم اتهامها. هل هي فعلا اي جيس لو فكرنا فيها هل هي ضمن المبادئ اللي حكينا عنها عن كالي هل هي فعلا متبييز ما بين الكبير بالسن والصغير بالسن. فأنا هي ممكن ما بتميز بشكل خاص من ناحية الاج. لو قارننا مثلاً 10-year-old with condition resulting short life expectancy فمقارنة بشخص آخر عمره 70 سنة وهو عبارة عن marathon runner رياضي ما عنده أي medical concerns فهو ممكن يعيش أكثر من 10 إلى 20 سنة فهو ممكن يكون كالي إلو ممكن هي greater potential for كالي gain So should the preference be given to young guys elderly have already lived their lives هون بهاي الحالة هي كالي ما فضلت الصغير بالسن بقدر ما هي طلعت على السن كفاكتر وممكن ما يكون هو المحدد لأنه حاجة هذا الشخص للresources أولا أو تكلفة التreatment لهذا الشخص أولا الثيورة الثانية اللي هي needs-based body وهي لها علاقة من ناحية أنه it is based upon the concept that resources should be allocated to those with most need يعني أبل شوي لما حكينا المثال أنه الرجل اللي عمره 60 سنة أو الطفل اللي عمره 10 سنين يعني 60 سنة هذا الشخص اللي كان عنده parent patient وهو بحاجة لعناية وعندك 10 سنين الطفل كان كمان أم شوي حكينا عنه with condition resulting short life expectancy should be treated هدول بناء على هاي السيوري هم بنعطوا الأولوية في التreatment على الرغم من إنه ممكن اللي هي فرصتهم في الحياة مش كبيرة إلا إنهم بيعطوا الأولوية وحتى لو إنهم كلفوا مبالغ طائلة اللي كان ممكن تفيد عدد كبير من الناس ليش نعطوا هدول الأولوية لإنه هم they are most in need so هذا السيوري تحكي إنه إحنا بنشوف مين اللي وضعهم أسوأ في المجتمع لحتى إنه ياخد maximum well-being لكن أيضا تم انتقاد هذا السيوري من ناحية إنه هي ما طلعت أكيد على الـ Society فإنت كل هالفلوس بدك تصرفها على شخص أو شخصين عندهم مشاكل ممكن أصدر ما يستفيدوا منها من ناحية resources أكيد هي مش efficient الكوست هاي رح تكون عالية to provide health care فالpatient may only have access to health care when life threatening illness occur يعني لو حكينا لو حكينا عن هدول they are most in need فهم إحنا ما أطلع عليهم النظام الصحي لو بدو يمشي على need theory النظام الصحي اللي ماشي عن need theory ما رح يطلع على patient إلا إذا كان وضعه خالص يعني ما أعططوا فلوس للرعاية الصحية والعناية إلا لما انتهى وضع ففي هاي الحالة يعني هي ما عملت مثلا زي ما كان مثالا بالشوي awareness campaigns عن smoking عن مثلا diabetes عن healthy lifestyle ممكن كانت ناس كتير تركتهم لحد ما صار عندهم complications وصلوا للهيمودياليسس وغيرها وغيرها وصارت تتعالج بالcomplications إذن في هاي الحالة patients هون زي ما حكيت لكم may only have access للhealth care لما يصل عندهم اللي هي الوضع صير threatening وبالتالي they will neglect the chronic diseases who are only treated when acute problem arises ما صار عندهم ما يقوم MI بأخده أما قبل هيك ما بعطيه أي عناية فهاي والأشياء كانت against need theory فلو نحكي عنها بتلخيص من ناحية كالي هي method for maximizing the efficiency of resources والallocation وهي هاي اللي أصلا اللي هي بتنادي إلها اللي هي utilitarian من ناحية اللي احنا بدنا maximum happiness لأكتر ناس ممكن أنهم يحصلوا عليها أيضا provides resource allocation which is best for society and not individual هي ما بتطلع على مصلحة شخص معين هي بتطلع على مصلحة society and however it may discriminate against الإلدرلي patients although هي ممكن اللي حكينا هي تم تيهامها إنها أجيس لكنها هي مش أجيس لكن ممكن إنها يصير في تيهامها من ناحية الكوز طبعا إنسا هي مفش اللي هي efficient اللي هي توزيع لهاي الالوكيشن لهاي resources وأيضا reduced resource allocation for those with chronic diseases ما بتعتني بالي chronic disease خلال هذا المرض لحد ما يصير complications بعدين بتعطيل أولوية السيرة الثالثة اللي حكينا عنها حطيتها لحال لأنه بنا نحكي عنها مختلفة شوي عن هندول هاي النظرية بتحكي عن إنه responsibility for bringing condition on oneself مدام أنت كان إليك إيد وحدوث هاد الكون لإلك فأنت بدك تحمل هاي المسؤولية وبتفقد الأولوية نتيجة هذا الشيء يعني لما تيجي تحكي واحد صار عنده lung disease or heart disease وهو smoker معناته بدي تحمل جزء من المسؤولية liver failure مثلا وهو مثلا alcohol drinker tattoo واحد حط ثو بعدين صار بده يشيله هاد معدل وهكذا إذن هاي بعض الامرات أمامنا اللي هي اللي ممكن إنها تورجي كيف هاي سيري بتخلي إنه واحد مثلا بلعب رياضة صار عنده soft issue injury واحد مثلا بيسوق في مثلا سباق سيارات صار مع accident وهكذا فبالتالي هنا معناها هاي اللي بتحكي إنه ما في حدا إلا هو مسؤول عن صحته وبالتالي شالة المسؤولية عن القطاع الصحي بالعناية بهدولة الpatients ف كان في arguments in favor of responsibility affecting priority كان في بعض arguments بحكولك احنا مقتنعين بهذا هاي السوري إن حملة المسؤولية لهذا الشخص إنه بطريقة أو بأخرى كان مسؤول عن الصرف الصحي اللي عنده بطريقة هي قللة من أولوية لكن أكيد في ناس بدهم يكونوا against هذا الحقيق بحكي لك توزيع المسؤولية بهاي الطريقة يعني مش يعني مش دقيق جدا لما تيجي تحكي عن واحد مثلا smoker وصار عنده lung disease or cancer or heart disease أو غير فأنت بدكت حمل المسؤولية بده صار smoker نتيجة إنه كان في environment هي مثلا كل اللي حواليه كانوا smokers ممكن إنه كانت البيئة اللي هو ساكن فيها مثلا أو عايش فيها أدت لإنه صار بهاي الطريقة إنه choice over most of the factors that affect health إذن إحنا صار عنا تقريبا كل theory إلها وجهة نظر كيف تبرر أنا ليش أعطيت هذا الشخص عن غيره اللي هي resources المتاحة أمامي لكن في الحقيقة each theory of resource allocation highlights some relevant values كل واحدة منهم فيها شيء يعني values وقيم ممكن إحنا نعتمد عليها and each has some strengths and some weaknesses وبالتالي there seems to be no one theory that should determine the use of resources أنا ما بقدر أعتمد على واحدة من هاي السيوري وأحكي هاي هي خلاص اللي ممكن أنا أعتمد ها لأن كل واحدة فيها سي ما حقيت لكم فيها وجهة نظر لكن فيها نقاط ضعف أخرى الآن إحنا الآن ما بنفكر في السيوري أي السيوري اللي أنا بدي أعتمد ها بينما بفكر كيف البروست اللي أنا بدي أخذ فيه الديسجن لأي كيف أقدر أوزع هاي الريسورس فإذن إحنا الآن صار التركيز أكتر من ما إنه على السيوري معين بقدر ما هو على كيف البروست للديسجن ميكينج فالديسجن ميكينج للريسورس اللوكيشن باعتمد على أو بمشي بمراحل مختلفة اللي هي أمامكم اللي هي الببليسيتي ريزينبلنس الأبيل أنت انفورسمنت أي قرار لتوزيع أي ريسورس فإحنا في هاي الحالة بدي أمر بهاي الطريقة فلحتى أحكي لكم ياها بنقرب هاي لكم في شيء مر عليكم وهو من واقعنا اللي هي لما صارت اللي هي الفاكسين لالكوفيد 19 في البداية إحنا عنا صغير نيو تيكنولوجي في عنا نيو فاكسين هذول إحنا كانت أول شيء كانت 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 كمياتها قليلة فصار فيه ديسجن من ناحية فبليسيتي أول شيء ديسجن ريجارد كابيرج for نيو تيكنولوجي and other لميك setting decisions and their rationals must be publicly accessible فهم صار قرروا إنه هاي الفاكسين في البداية إحنا ممكن نعطيها للكبار بالسن أو كمان هاي الفاكسين في البداية إحنا ممكن نعطيها للعاملين في القطاع الطبي لأنهم هم أكتر عرضة للإصابة بالكوفيد نتيجة الكونتاكت with patients فكانت هاي القرارات بدها تثع على الببلك لحتى إنه كل الببلك حاليا وبالتالي إحنا فتنا لل ريزونابلنس اللي هي إحنا بنعطي راشنال لهاي الكافرش ديسجين اللي وصلتنا ليش أنا عم بعطي أكبر بالسن لأنهم ممكن مثلا فرصة الوفاة كانت عندهم أكبر أيضا زي ما حكيت لكم القطاع الطبي لأنهم ممكن بتعرضوا أكتر إذن أنا بدي أعطي هاي الراشنال for coverage decisions should aim to provide a reasonable construct of how the organization should provide the value of money in meeting the valid health needs of a defined population under reasonable resource constraints إذن إحنا كانت الباكسين في بدايتها محدودة جدا ما منقدر تحصلها الدولة بشكل كبير وأكيد هي من العوائق اللي هي من ناحية المني فبالتالي حاولوا يوصلوها بطريقة عملوا قرارات كيف نوصلوها وعطوا الأسباب لهاي القرارات تبعها لكن هل انتهى هون الدول هل هاي ديسجين خلص هي نهائية هل هي قطعية طيب مثلا هل ممكن نشوف قطاعات أخرى هل بعض القطاعات ظهرت انه هي أيضا بحاجة وغيرها وغيرها ففيه بنعطي مجال للأبيل there is mechanism for challenge and dispute resolution regarding limit setting decisions including the opportunity for revising هاي decisions in light of further evidence or arguments إذن لازم نستقون في مجال للاعتراض على هاي القرارات يعني انه مثلا لسه كمان ايضا قطاعات ثانية هي مهمة وبحاجة وايضا مصرفي يتعرض بهم بحاجة مثلا لانهم ايضا يكونوا involved في هاي new technology اللي كانت في وقت هالفاكسين اللي ممكن الان موجودة الان بيجي بعديها فترة اللي هي reinforcement so there is either voluntary or public regulation of the process to ensure that conditions واحد لثلات اللي حكينا بدي يكون حدا متابع من ناحية public او من اللي هي الناس اللي ممكن يكونوا مثلا النواب عنا او قدر تنشور انه انت اوكي عملتوا هاي القرارات امشوتوا فيها وعطتونا الاسباب فتحتوا مجال الابيلز مدام هيك الامور تمام فبتسالي اللي هي الان بصير دعم لهذا القرارات للتوزيع اي resources جديدة او انها new technologies كمثال حكيت عليها له vaccines اي حدا عنده اي سؤال هيك منكون انهينا اليوم انا ما رح اطول عليكم عشان عارفين انه عندكم امتحان كل التوفيق وان شاء الله نراكم على خير امتحان